تلامتة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في حصة جديدة من مكون القسط وعنوان درسنا أشكر الناس الآن من فضلكم قوموا بفتح كتاب التربية الإسلامية على الصفحة 77 وتابعوا معي من فضلكم نبدأ بأستمع وأفهم قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله أعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله فمعنى الحديث أن من كان من طبيعته وخلقه عدم شكر الناس على معروفهم وإحسانهم إليه فإنه لا يشكر الله جيد ننتقل الآن إلى ألاحظ وأتعرف لاحظوا معي الصورة جيدا فالصورة توضح وجود طفلة في المستشفى طريحة الفراش بجانبها والدتها وكذلك بجانبها طبيب إذن لنستمع للحوار الذي دار بين الأم والطفلة والطبيب الأم لن أنسى فضلك يا طبيب فالأم هنا تشكر الطبيب وتخبره بأنها لن تنسى فضله الطبيب الفضل لله تعالى قمت فقط بواجبي البنت شكرا لك يا طبيب شكرا لك يا أمي الأم الحمد والشكر لله يا بنيتي فمن خلال الحوار نفهم بأن الأم تشكر الطبيب على فضله في علاج ابنتها والطبيب يقر ويعترف بأن الفضل كله لله تعالى فهو فقط قام بواجبه والبنت كذلك تشكر الطبيب على ما قدمه لها وتشكر كذلك والدتها على الاعتناء بها والأم في النهاية تشكر وتحمد الله عز وجل إذن ماذا قالت الأم لابنتها؟ جيد؟ ننتقل الآن إلى أنجز وأكتسب أصل بخط العبارة الصحيحة أعبر عن شكر للناس بأن أقول جزاك الله خيرا لم يعجبني عملك شكر الله لك سوف تقومون بإيصال الخط إلى العبارة الصحيحة كيف أعبر عن شكر للناس؟ ماذا أقول للناس عندما أشكرهم؟ هل أقول لهم جزاك الله خيرا لم يعجبني عملك أو شكر الله لك؟ جيد؟ إذن قال الله تعالى أنشكر لي ولوالديك أعيد قال الله تعالى أنشكر لي ولوالديك فمعنى الآية أن الله عز وجل يقول وعهدنا إليه أنشكر لي على نعم عليك بمعنى أن الإنسان يجب أن يشكر الله على النعم التي منحها إياه ولوالديك تربيتهما إياك وأن يشكر الإنسان والديه على تربيتهما له جيد؟ ننتقل الآن إلى أقصته أشكر كل من ساعدني إذن علينا أن نشكر كل من ساعدنا جيد؟ انتهت حصتنا لهذا اليوم نلتقي في الحصة المقبلة إن شاء الله لا تنسوا نصيحتي لكم دائما إلزموا بيوتكم للحفاظ على سلامتكم دمتم في حفظ الله ورعايته إلى اللقاء يا صغاري ترجمة نانسي قنقر